هل باتت سوريا مستعمرة روسية كي تنسج لها دستورا كيفما تريد؟ فبعد أن توجد اجتماعات أستانا ببيان ختامي للدول الراعية تتحدث موسكو عن مشروع دستور جديد لسوريا قامت بتوزيعه على النظام والمعارضة في أستانا يقول وزير الخارجية الروسي سرقالا فروف إن بلاده وأثناء توزيعها نسخا من مشروع قرار الدستور أخذت بعين الاعتبار كافة ما تم تداوله خلال السنوات الماضية من المعارضة ونظام الأسد ودول المنطقة أيضا المعارضة رفضت استلام أي نسخ من المقترحات التي قدمتها موسكو أو تلك المتعلقة بمشروع الدستور الذي تروج له لفروف الذي أعلن عن أن اتفاق أستانا أكد مشاركة المعارضة بشقيها السياسي والعسكري في مفاوضة جينيف المقررة الشهر المقبل قال أيضا إنه سيعقد لقاءا مع المعارضة في موسكو الجمعة المقبلة بهدف مناقشة مجاء في اجتماعات أستانا وترح رؤية بلاده لتطويرها وهو ما نفته الفصائل المقاتلة والهيئة العليا للمفاوضات بتأكيدها عدم تلقي أي دعوات لحضور اجتماعات في موسكو مجددة شرطها الأساسي للذهاب إلى جينيف وهو وقف إطلاق النار على ما يبدو فإن موسكو تحيك أمرا يتعلق بمفاوضات جينيف لم يطرح على طاولات النقاش في أستانا ولم يأخذ رأي المشاركين به فأثناء محاولتها بفك الاشتباك الميداني تحاول جاهدة لفك الاشتباك السياسي من خلال تشكيل وفد من المعارضة يناسب مقاساتها إلى مفاوضات جينيف المرتقبة وذلك من خلال إشراك العديد من الشخصيات المحسوبة على منصات القاهرة وموسكو فهل ستدير موسكو ظهرها لوفد المعارضة الذي شارك في أستانا في سبيل الزج بشخصيات محسوبة على المعارضة وهي ليست كذلك للمشاركة في جينيف المقبل خصوصا أن المعارضة تؤكد بأن لا علم لها بلقاءات موسكو التي ستعقد الجمعة المقبلة ستبقى الكلمة الأخيرة للميدان حول قيام أي تسوية مقبلة وفي الميدان تكمن المخاطر فإن لم ينجح وقف إطلاق النار فلن يكون هناك معنى لأي اتفاق وهو ما أكدته المعارضة في وقت سابق خصوصا أن التجارب السابقة التي لم يلتزم فيها النظام وحلفائه بأي مواثيقة أو اتفاقات تزيد من تلك المخاطر لكن المختلف حاليا أن الرعاة لاتفاق أستانا هم أنفسهم أطراف في النزاع لكن ورغم ذلك يبقى الميدان هو مقياس الاختبار الحقيقي للنجاح أو الفشل